اشتركوا في القناة علم زي العلم كلوت بيرنر قال لك أنا عملت حاجة بسيطة عشان اكتشف الهرمونات النباتية طبعا اكتشافه اول حاجة كان اكتشافه قبل الهرمونات الحيوانية قبل الهرمونات النباتية هنا لما اكتشف اكتشف لي اه باشا اكتشف لي الكبد و احصلوا عنه وبدأ يدرسه فبيقول لك أنا درست الكبد بره وجوه حكي انه اخذ دراسات بره وجوه طب ايه بيحصل في الكبد بره وجوه بيقول لك وزائف الكبد اللي فيها اعتبر السكر المدخر يعني اللي أنا بخزينه في الكبت اللي هو الجي لايك وجين اللي بخزنه في الكبت والعضلات ده الافراز الداخلي وقال لك طب انا هطلع بره ليه الصفراء ده الافراز الخارجي اللي بتساعد في عمليته الهضر طبعا احنا بنتكلمش في الكلام ده كل بس هو الدنة اشارة للغدد ويبدأ اللي هو يتكلم عن الغدد سواء غدد صماء او قنوية او لا قنوية جي بعد كده العالم اللي بعد اسمه العالم دلوك كلمتين بتوعكلوت بورنر بس ما تكلمش عن حاجة تاني جي العالم بعد كده اسمه العالم ستارلينج جي اكتشف واتكلم معاك عن كلام حلو اوي قالك ايه الاكل دلوقتي موجود في المعدة انت اكل الاكل هيطلع من المعدة هيخش على حاجة اللي بعد كده اسمها الامعاء اول جزء فيها اسمه الاثنى عشر فبيقول لك فور ووصوله الطعام من المعدة الى الاثنى عشر ايه اللي بيحصل بيجي البنكرياس اللي هو التالت خالص منهوش دعوه بيوم يبدأ يفرز وصارة بنكرياس ايه راجل حشر يعني فهو ستارلينج ده عايز يعرف انت حشر كده ازاي وعرفت ازاي اللي انت هتبدأ اللي انت تفرز هنا وامتى الاكل جاي ده ستارلينج قاد فا امان الله فهو حب اللي هو يفكر جاب لك جزء رانب وده ايه يجرب عليهم التجرب بتوع طيب بيجرب ازاي قالك انا همسك البنكرياس بتاعها ده وافتكر حاجة انا لما مسك البنكرياس افتكر الافرازات او التنبيهات اللي بتحصل في الجيمس كلها بسبب المخ يعني اعصاب يعني اعصاب هي اللي بتوصل وبتنبه الجسم كله يعني تنبيه عصب تنبيه عصب انا جرح بسك البنكرياس بتاع الارنب قطع كل الاتصالات العصبية اللي وصله له قاله بقى ايه وريني انت هتعرف تنتج ازاي وهتعرف تفرز ازاي وبسبب العملية التم وسبب الاكل يعدي من المعدة للاثنى وعشر والاكل ما عدي جيبي بص لا للبنكرياس بيفرز رعصارة البنكرياسية ده انتاريخ ما هو يا جدا طب انت افرزتها ازاي باش بيقولك انت هيبدأ لهو يفرزها عشان التنبيه اللي بيجيله مش تنبيه عصبي ده تنبيه غير عصبي فبدأ يدرس اكتر ويدور اكتر عم جرح ماسك الامعاء الدقيقة ويدرس الغشاء المخاط المبطل لها المبطل اللي مين للامعاء الدقيقة ويجي بص للامعاء الدقيقة اللي قاب تفرز نوع من المواد دي مواد كيميائي بتقول جرح ماشية في قلب الدم وتوصل للبنكرياس وتقوله يلا ام يفرز العصارة البنكرياسية بتاعته يعني هنا التنبيه بتاعه هو تنبيه غير عصبي فبقولك اللي البنكرياس يفرز عصاراته الهاضمة فور وصول الغذاء من المعدة للاثنى عشر حتى بعد قطر اللي اتصل العصب بين البنكرياس وغيره من الاعضاء واستنتك ان هناك نوع من التنبيهات غير عصبي وتوصل الى الغشاء المخاط المبطل للاثنى عشر يفرز مواد او رسائل كيميائية تصير في طيار الدم تنبيه له يفرز العصارة البنكرياسية قالك انا هسميها سمى ايه سمى الرسائل الكيميائية والمواد الكيميائية اسم الهرمونات وده كان لفظ يوناني معناه المواد المنشطة طبشة تمام جي بعد كده الدراسات بدأت اللي هتتطور وكل ما تطور تشوف حاجة جديدة ويبدأ اللي هو يشتغل فيه قولك بتوالي البحث والدراسات تم التوصل للغدد الصمى في جسم الانسان والهرمونات الخاصة بكل غدة وبدأوا يكتشفوا اكتر طب هما يكتشفوا اكتر ازاي اكتشفوا اكتر من خلال التنظيم الهرموني في واحد جه قال لهم باشا انا تعبان بشتكي وعند الاعراض الفلانية فبدأ من الاعراض والتشخيص ده يوصل للسبب مثلا للحالة دي هرمون او شخص تاني عمل عملية استقصال لغدة معينة ولما استقصلها حصل نقص للهرمونات عنده فبدأوا يكتشفوا عنده حالة مرضية جينا شخص كمان بدأت اللي انا اكتشف عنه غدة والغدة دي لما اخدت المستخلصات بتاعتها وابدأ اللي انا احللها عرفت تأثيرها ايه فبيقولك اوه دراسة الاعراض اللي بتظهر على الانسان او الحيوان نتيجة تضخم غدة صمى او استقصالها لوها زيادة او نقص في الافراز الهرموني للغدة ودراسة التركيب الكيميائي لخلاصة الغدة والتعرف على اثارها في العمليات الحيوية المختلفة طب مش انت جبت الهرمونات دي وحللت هالي وشفت ايه اللي فيها اه فاتكلم معنا من حيث من حيث الخصائص الهرمونات حيث خصائص الهرمونات مالها اللي دي مواد كيميائية عضوية بعضها يتكون من البروتين المعقد وبعضها الاخر من المركبات بسيطة كالاحماض الامنية او الاسترويدات احماض امنية او استرويدات يعني انت دلوقت بتتكون من بروتين معقد اللي هو بيتكون من احماض امنية ومواد تانية او من بروتين بسيط او الاسترويدات يعني انا عنده او بيتكون من البروتين والبروتين يا اما بسيط وده احماض امنية فقط يا اما معقد ومواد اخرى مع الاحماض الامنية مواد اخرى مع الاحماض الاي امنية هيجيلك مثلا حاجة عنه طيب ده لو نوع البروتين او نوع الهرمون بتتكون من البروتين او من الاسترويدات اللي هي مواد دهنية طيب باشا عايز اقول لك اللي هو لو بروتين معقد ممكن يجيب لك هرمون زي هرمون السيروكسين ده بروتين معقد بتتكون من مواد تاني طيب ده كان من خصائص الهرمونات بتتكون من ايه قال لي اه قال لك رقم اثنين تفرس بكميات قليلة تقدر بالمايكرو جرام واحد على الف ميلي جرام بفرس كمية بسيطة مش كتير كده مش هابل وخلاص عند اخرى خمام ثلاثة ذات اهمية كبيرة في حياة الانساء وتؤدي الوظائف ازاي اتزان الوضع الداخلي للجسم وتنظيمه اللي هو تتزان الداخلي ازبط درجة حرارة ازبط المحتوى المائي كمية المية ازبط كل حاجة بتحصل في الجسم اللي انا بطلق عليه وضع داخلي نسبة الاسموزية بتاع الدم الدم في قد دقيقة ملاح في مية في الكلام ده كله هو اللي بيبدأ يزبط ده كله ويساعد في نمو الجسم منما تولدت الشحط كده حضرتك انا كنت ط طفل صغير زي زي وبعد كده بدأت اكبر بسبب الهرمونات وعندك النطج الجنسي النطج الجنسي اللي هو يمر بمرحلة النطج الجنسي عشان يقدر اللي هو يتجوز ويبدأ اللي هو يخلف والتمثيل الغذائي اللي هي عمليات الايد بتشمل عمليات الهدم والبناء مثلا باكل اكل فبيحرق مثلا معي باكل دهون اكتر ببدأ لانا اكل كربوهيدرات فانا بابني او بحرق يعني حاجة من الاتنين دول وسلوك الانسان ونموه العاطفي والتفكيري العاطفة بتاعه والتفكير ب ثلاث حاجة فيها او الحاجة اللي بعد كده اللي عايز يتكلم معك اللي هو انواع الغودة بقى في جسم الانسان عندك كم نوع عندك ثلاث انواع غودة قنوية غودة صماء غودة مختلطة او مشتركة الغودة القنوية اللي هي بتفرز في قناة دي بتفرز مواد مختلفة زي العرق زي غودة هضمية زي لعاب الكلام ده كله تب الغودة الصماء دي بتفرز الاوربونات بس تب غودة مشتركة بتجمع بين الاتنين غودة قنوية زي تأفراس خارجي وتحتوع الجزء المفرز له إخامها وإقانات خاصة بها تصب فيها إفرازات يا إما داخل الجسم او خارج الجسم داخل الجسم غودية لعابية وهضمية خارج الجسم زي الغودة اللعابية بيبدأ اللي هو يفرزى هنا هو يبدأ ده كله يتجمع عشان يتفرز في قناة في حتة معين طيب الغودة الصماء اللي هيいう اللي هي قنوية دي اللي بتفرز من يا بشا الهرمونات عادي ايه دي بتفرز هرمونات بس غدت زيته إفراس ده يا خيلي بتجمع عشان تبدأ اللي يا تحوش وتنزل في بين يا بشا تنز في قناة بترمي في الدم عشان توصل للجزء اللي ايه عايزة تنبهه اللي انا بسميها خلايا مستهدفة فهي غدت زاد افراز داخلي ليس لها قنوات خاصة بها بل تصب افرازاتها من الهرمونات في الدم وشارتها زي الغدة النخامية والعرقية ايه والغدة الدرقية والغدة الكسرية دي غدت ايه صماء طبع عندك الغدت المختلطة او المشتركة دي بتجمع بين الغدت القنوية والغدت الصماء حيث انها تركبها يتكون من جزء غد قنوي واخر غد لقنب يعني انت عندك جزء قنوي جزء غير قنوي اه زي البنكرياس والخصية البنكرياس ده بيفرز لك حاجتين بيفرز هرمونات زي الانسولين والجلوكاجون او حصارة بين كرياسية طب الخصية يا هرمونات اللي هي الهرمونات الزكريا في الدم يا اما حيوانات منوية بتفرس في قناة معينة بالنسبة ده كان بالنسبة ايه لشكل الغدت كمان اللي موجودة عندي في الجسم كله ده كان شوية ملحوظات عن الغدت بعد كده ممكن يتكلم معاك عن كل غدت الوحدة في فيديوهات تانية بازن الله استنوا الفيديوهات التانية وربنا معكم يوفقكم يا رب